مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس الخامس أنوان الدرس حافظ على نظافة الانهار رجان قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بالقناة في يوتيوب بيجي في فيسبوك على استطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت سبين لسن فايب اليونت السابع الدرس الخامس رجاء حافظ على نظافة الانهار من البداية من الفقر الأولى يقول لي read the text اقرأ الناس and match the paragraphs to the topics وطابق المقاطع النصية بالعناوين المخصصة لها مطيني بالبداية مقطع نصي عن نظافة الانهار في العراق يطلب من عندنا قراءة ومقسمة على شكل مقاطع نصية كل مقطع نصي نرجع لواحدة من هذه العناوين فحاول انه تركزوا طلع المعلومات اللي راح نطلعها لان تقريبا الدرس كله كتاب النشاط كله متمحور حول هذا المقطع النصي في البداية Iraq with its two great rivers العراق بنهريه العظيمين running the length of the country الذان يجريان على طول البلد is unable to provide drinking water غير قادر على تجهيز مياه الشرب for most of its people لمعظم شعبة there are a lot of fewer fish than there were before هناك أسماك أو عدد الأسماك أقل جدا مما كانت عليه في السابق أول معلومة طلعناها هو أن العراق لديه نهرين عظيمين هذا يشين أرصى ومع ذلك مع وجود هذين النهرين فهو غير قادر على توفير مياه شرب لشعبة وبالتالي هذا الشيء غريب جدا وعادد الأسماك أقل مما كان عليه في السابق the two rivers النهرين are polluted with sewage النهرين ملوثة هذه الأنهار ملوثة بالsewage اللي هو مياه المجاري ربش النفايات and industrial waste وبقايا أو مخلفات الصناعية millions of tons of waste go into the rivers ملايين الأطنان من المخلفات تذهب إلى هذه الأنهار and streams every year والينابيع أو الجداول كل سنة this destroys the natural habitats for the wildlife هذا الشيء يدمر المواطن الطبيعية للحيوانات البرية and damages ويحطم our beautiful rivers أنهارنا الجميلة it also causes a huge damage كذلك يسبب دمار كبير جدا to health للصحة the river water must be safe for drinking مياه الأنهار يجب أن تكون آمنة للشرب fishing وصيد السمك swimming والسباحة and boating وركوب القوارب we can make our rivers safer يمكننا أن نجعل أنهارنا أكثر أمانا and healthier وأكثر صحية for wildlife من أجل الحيوانات and people والناس in fact في الحقيقة everyone should do something على الجميع أن يفعل شيء معين to keep the rivers clean لكي نحافظ على نظافة الأنهار first أولا we must stop littering يجب علينا أن نتوقف عن رمي النفايات litter هي النفايات littering رمي النفايات we can make teams يمكننا أن نكون فرق أو جروبات مجاميع of volunteers من المتطوعين to pick up the rubbish لكي يلتقطوا هذه الربش هذه المخلفات هذه الكلمة كلمة volunteers كلمة جدا مهمة وكذلك كلمة littering رمي النفايات volunteers متطوعين littering رمي النفايات along the banks banks هنا مو معناها مصرف نحن نعرف أن كلمة bank معناها مصرف هنا البنك معناها ضفة النهر the river will clean itself من الممكن للنهر أن ينظف نفسه if we stop littering إذا توقفنا عن رمي النفايات فيه then ثم بعدها we can also lead river clean up efforts كذلك يمكننا بعدها أن نقود الجهود لكي ننظف هذه الأنهار people can force the government to do something to stop sewage and waste from factories كذلك الناس من الممكن أن تجبر الحكومة أن يفعلوا شيء لكي يوقفوا هذه تصريف مياه المجاري في الأنهار and waste from factories وبقايا المصانع hospitals and power stations flowing into the rivers طبعا هنا منطيني مصادر هذا التلوث المصانع المستشفيات وكذلك power stations محطات الطاقة flowing into the rivers هذه المخلفات مال هذه الأماكن كلها لتروح باتجاه هذه الأنهار remember تذكر you are the solution أنك أنت هو الحل to river pollution أنت الحل لتلوث الأنهار if we want to have clean rivers إذا ردنا أن نحظى بأنهار نظيفة we must have clean minds يجب علينا أن نحظى بعقول آمنة أو نظيفة يعني بأن قوسيا نحن كذلك مسؤولين أنه من نرمي هذه النفايات بالأنهار على مدمن ساهم بتلوث هذه الأنهار الآن قررنا النص واضحنا مفرداته الآن ننتقل لفقرة جدا مهمة قبل ما ننتقل لأسئلة المتعلقة بهذا المقطع النصي شي يقول لي يقول لي find the words and the text that much the definitions جد كلمات بالمقطع النصي اللي قررتها تطابق هذه التعاريف يعني أنا منطيني هنا تعاريف ويقول لك أكو كلمة مناسبة لكل تعاريف من هذا التعاريف موجودة بالمقطع النصي تقدر تلقاها يعني على سبيل المثال a person who does a job without pay a person who does a job without pay هو الشخص الذي يفعل الوظيفة أو يعمل الوظيفة بدون أجور هذا الشخص اللي يشتغل بدون أجر شو نسمي نسمي متطوع فنقول volunteer هاي كلمة مهمة بالمقطع النصي زيان to drop rubbish نرمي النفايات رمي النفايات شو سمي هنا سمينا littering كذلك معناها رمي النفايات to add harmful things to the water أن نضيف أشياء مؤذية للماء شو نسمي؟ نسمي pollution شو نمعنا pollution؟ تلوث لما أنا أرمي شغلات أو أرمي النفايات بالماء هذا يعتبر تلوث places where animals live المكانات تعيش فيها الحيوانات شو نسميها؟ نسميها habitats habitats معناها مواطن أو بيئات اللي تعيش فيها هذه الحيوانات هذا التعاريف تعاريف مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري بالامتحان من الممكن أن يجيب لي هذه الجملة ويمطيني ذلك كلمات أبع على التمرين ويقول لي سقط الكلمة أمام التعريف المناسب لهم لذلك هو يعتبر السؤال إسقاطات مهم جدا بالامتحان التحريري ننتقل إلى تمرين رقم واحد read the text in your student's book اقرأ المقطع النص اللي قرأنا قبل دقيقة بكتاب الطالب and answer the questions ثم أجب على الأسئلة التالية write short answers اكتب إجابات قصيرة شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي how many great rivers are there in Iraq كم عدد النهار العظيمة في العراب عندنا نهرين عظيمات شين لنا؟ اللي هنا تيغرس and euphrates دجلة والفرات name three negative effects of river pollution نقول لك انطيني أو عدد لي ثلاث آثار سلبية للتلوث النهري التلوث الأنهار شرح يسبب؟ رح يسبب هوي أمور منها destroy the wild life habitats يدمر المواطن اللي عيش به هذه الحيوانات damages the river and health ويدمر الأنهار ويدمر الصحة name two things that can be done to clean up Iraq's river عدد اثنان من الأشياء يمكن فعلها لتنظيف أنهار العراب شين اللي نسوي على مدن نظف أنهار مع العراب أولا stop littering أن نتوقف عن رمي النفايات force the government to stop sewage نجبر الحكومة أن توقف عملية تصريف أو تصريف مياه المجاري في نهر دجلة والفرات name two activities people can enjoy in clean rivers انطيني اثنين نشاطات يستمتع بها الناس بتنظيف الأنهار يعني أنا من أن نظف النهر شين اللي رح يوفر لي النهر رح يوفر لي swimming سباحة fishing صيد drinking water شرب الماء النظيف العامل إلى آخرهم which three buildings create sewage and waste in the rivers ما البنايات الثلاثة التي تخلق هذه المخلفات أو مياه المجاري في النهار قلنا hospitals المستشفيات factories المصانع وكذلك power stations محطات توليد الطاقة هذين البنايات هن اللي يودن مياه المجاري نحو دجلة والفرات وبالتالي رح يسببنا pollution تلوث هذا ما يخص تمرير رقم واحد مثل ما وضحنا أنه بعد ما قرننا النص ووضحنا مفرداته رح يسعني مجموعة من الأسئلة عنها هذه الأسئلة كنشاط صفي غير مهم من المتحان التحريري أو المتحان الشفاوي تمرير رقم اثنين اقرأ هذا المقال في جريزة المدرسة هل تعتقد بأنها فكرة جيدة؟ شوفوا هنا منطين فكرة يقول لي على سبيل مثال ضفاف الأنهار تحتاج لمساعدتنا المشكلة اللي احنا طرحوها علينا كما تعلم أن النهر يجري بجانب مدرستنا يبدو جميلا لكن عندما تقترب سوف ترى الكثير من النفايات والبلاستيك أنت تريد الطيور والأسماك أن تعود ونريد أن نجلس مجاور للنهر لكن كل شيء قذر كل شيء وصف موجود دائر مدائر النهار على ضفاف الأنهار زين شن الحل؟ بلان سوان خطة شن هي الخطة؟ نريد أن ننظم مجموعة من المتطوعين لكي نرفع هذه النفايات المستقبل يجب أن نفعلها بشكل منتظم يعني مثلا كل أسبوع أو كل شهر كذلك من المضروري أن نوقف الناس عن رمي النفايات بالنهر كيف يمكننا أن نجعل ضفة النهر نظيفة وآمنة حيث بعدها يمكننا أن نحن كبشر والحيوانات كذلك تستمتع بهذا النهر الجميل تعال وشارك أفكارك واجلب صديقك هنا أنا مسوين مثل الحملة هذه الحملة تهدف إلى تنظيف ضفاف النهر من خلال طلاب مدارس وكل واحد إذا عنده أفكار من الممكن أن يوعي بهذا المجتمع يتوقفون عن رمي النفايات بالنهار من الممكن أن يجي وشارك أفكاره ومنطيكا على أساس مثلا فد مكان أو زمان تقدر تتواجد به على أمود تشارك في أفكارك لإيقاث هذه المشكلة هذا مجرد قطعة كنشاط صفي غير مهم من تحرير ومتحان شفوي بعد ما قرأت القطعة تمري الرقم 3 يقول لي أجبعي بالسئلة ليش هذا الكاتب كاتب هذا المقال يريد يلتقط هذه المهملات قلنا أنه على أمود لكي نكون قادرين على أن نجلس بالقرب من النهر لأننا قلنا ضفاف النهار وصخة جدا قادرة جدا لا يمكن أن نجلس بمجاور النهر نستمتع بهذا المنظر الجميل ما هو الغرض من الاجتماع هذا المقال يهدف إلى الاجتماع شن الغرض من الاجتماع شارك أفكارنا تخيل أن هذا الاجتماع راح يكون من بندرستك هل سوف تذهب؟ إذا توضح السبب ليش تريد تروح وإذا ما تريد تروح كذلك لازم توضح السبب ليش متري تروح مثلا أنا أقول يس نعم أنا أريد أن أذهب I want to help cleaning the river أريد أن أساعد في تنظيف النهر هذا تمري رقمة ثلاثة كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري وامتحان الشفوي Work with a partner أعمل مع زميلك Make a list of your ideas to keep the riverbank clean أعمل قائمة بالأفكار للمحافظة على ضفة النهر آمنة هنا أنا أقول لك أنت كطالب شين رأيك بالفكرة زين بما أنه أنت مثلا معيد للفكرة شين هو الخطط مالتك على مود نقدر نحافظ على نظافة النهر أو نظافة ضفة النهر مثلا أقول make posters على سبيل المثال عمل ملصقات أو عمل poster that encourage تساعد أو تشجع people تشجع الناس to stop lettering تشجع الناس على أن توقف lettering رميين نفايات هاي واحدة من الأفكار بعض الناس جهلا ترمي مثلا البطالة ترمي بقايا الطعام ترمي مخلفات السفرات مالتهم بالأنهار هذا الشيء جهلا يسوه فأنا على مدى أقل من هذه الظاهرة أن سوي ملصقات أو posterات تشجيعية توعوية على مدى الناس تتوقف عن رمي النفايات في نهرين نجلة والفرات وبالتالي تساعد على أن تقلل من هذا التلوث هذا مجرد كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرير رقم 5 يقول لك هنا نضطيك مجموعة من المقترحات التي اقترحوها زملائك في المدرسة وضح إذا كنت موافق على هذه الاقتراحات أو غير موافق وكذلك لازم توضح السبب يعني واحد نضطيك لابش قال قال I need to get permission أنا أحتاج أن أحصل على تخويل أو تصريح يعني نحن نحتاج أن نسوي تصريح على مدى نقدر ننظف نظفها في الأنهار فأقول له I agree أنا موافق أو أنا أتفق معك I think أنا أعتقد You are right أعتقد بأنك على حق Let's take the photograph so we can compare before and after هذه كل شي مهمة دعونا نأخذ أو نلتق الصور الفوتوغرافية على مدى نصور المكان قبل ما ننظفها وبعد ما ننظفها فهمنا إذا موافق تقول له I agree وإذا ما موافق I disagree وهكذا What is the point ما الغاية من هذا الشيء It will be full letter again next week سوف يكون هذه الضفاة في الأنهار مليئة بالنفايات مرة أخرى في الأسبوع القادم هنا أنا مثلا أقول له I disagree أنا غير موافق لا أوافق أكي الرأي ليش ما توافق الرأي لأن هيتش كلام رح يخلينا منش تغط إذا إحنا مثلا شفنا النهر مليئ بالنفايات فاش راح نقول راح نقول ياابا إذا نظفنا الأسبوع الجاي راح يرجع يتوصخ خوب إحنا لازم نسوي اللي علينا ببداية وراها العالم من نشوف المنظر جميل من الممكن أن راح يقل رمي النفايات بهذه الأماكن بالتالي إحنا ساعدنا على تقليل النفايات بالأماكن اللي مفروض من منر من النفايات بيها وكذلك مع البقية إذن كذلك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا بقطعة وضحنا القطعة وضحنا مفرداتها حل لأنه لسه المتعلقة بها ولاحظنا أنه عبارة عن قطعة كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لكن استخرجنا بعض الكلمات من عيدها وقلنا هاي كلمات منطين تعاريفها من ممكن تجينا بالامتحان على شكل اسقاطات منطين التعريف ويقول لي سقط الكلمة أمام التعريف المناسب إلها باقي الأنشطة صفية غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة أوضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات المجدس في الفيديو في الوصف